بالنسبة لي البرنامج اللي حرير بقى بتسأل عنه أنا مش عارفة البرنامج ده البرنامج ده بتقول برنامج عالمي نوع من التداول المالي ونوع أو كأنه برصة فأنا أنصح لأن ده عايز تتبع وعايز متابعة لابد من الاطلاع على تفصيل هذا التطبيق اللي حضرتك بتخش عليه وتحط فيه فلوس وأفضل في الحالة دي إن احنا نروح لدار الإفتاء المصرية عشان هيبع عندهم التفصيلات الأكثر دقة بحيث نقدر نتتبع هذا التطبيق هل يجوز التعامل فيه أو لا يجوز التعامل فيه